اشتركوا في القناة اولادنا وشبابنا واخواتنا اترموا بالسجنة حضرتك ومحد السائل فيهم وبيحكموا معاكمة عسكرية عشان قالوا كلمة حق احنا عايزين ابلحققنا بس والمسجنين يطلعوا لانهم بتاخدين ظلم كلهم فاحنا بناشد وزير الدباع ومناشد الرئيس مورسي ان هو يبصرنا زي اي منطقة احنا حضرتك احنا عايزين اعرفوا احنا هم بيعملوا معنا كده ليه خدوا الارض وبعد ما خدوا الارض بلوا ان احنا بلتاجية البلتاجي ده بيبقى ليه سوابق احنا 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 سوابقنا اوه البلتاجي ده بيبقى بلتاجي من يوم وليلة الحكومة تقول بلتاجي وقى بلتاجي لانا بنخلي المادة هوت ماشي ميت جنبي حرام ان شاب عنده 22 سنة يموت ودلوقتي اللي بنزل مننا البحر ببطاقة بترفع الاسلاح وكني بنهرب مخدرات يعني انا واحد دلوقتي قاعد في بيتي وقالي شهرين من يوم الحوار ده مفدخلش جنيه البيت من يصرف علي اخر ما هيديق بي لازم ادور على طريق غلق عشان اجيب فلوس لعيالي انا متجاوز معها عيل لسه بلو سبع يوم من نهار ده موروض هل العيل ده لوانا كانت جات فيها طلقة كانت لعب بيتيم ليه اه رايح بكرة الجلس انا اخوه اسمي فرغالي محمد حسيني وبدأي له وبدأي لكل اللي محبسين معا انه كل محبسين معا اكتردهم زمائلنا في البحر يعني زي ياسر علي وازي اشف فرغالي ولي زي مصطفى مصطفى عبدو وصوبر عبدو من دوتهم زمائلنا في البحر اخوها ده عنده 18 سنة يعني ده اصغر واحد فيهم سنه 18 سنة عائل سنه 18 سنة الجيش ياخده ازاي يطلع بعد 18 سنة يلاقي نفسه ازاي هيطلع بايه يعني هي البلد عايزة واحد زي كده ما تاخده شاب زي كده يطلع بايه ولا الناس دي قلت يمسيقوا الواحد يكتفوه كده ورموه من قلب حريط 3 متر مركب مركب كبيرة فيها يجي 80 متر اتسائين متر يمسيقوه في قلب الحريط كده وكتفوه وجرامينه اللي وقع رجلية كسر تلوقى ادراعه كسر واللي مات ما واللي مات ده منينا صيار الشاهيد محمد عب موجود الصيار ده ببقى معه من دقية في القرب شغال بيها ولا معه سلح في القرب انا راجل الصيار شايفة منظره عامل ازاي ده المنزل عشان اجيبلي 20-30 جنيه ااكل عيالي بيهو يعني اشتازل حارب شايفة منظرنا عامل ازاي يعني ده واحد منظر واحد معه من دقية قلي ولا معه سلح 2-30 جنيه في البنوك ولا الكلام ده نحن الصيادين بكيّ نهاية نهاية شكرا